السلام عليكم بناتين عاركم مبارك نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال عيد مبارك سعيد نتمنى تكونوا عيوتيوب الف خير ان شاء الله بحول الله اليوم جبت لكم افادة ما كانش حلويات هاد المرة في العيد ما حطيتش ولكن ادي نفيدكم بهاد المعلومة ديال الشوكولة اللي بزاف اللي ضعبت لهم وتصلوا بياه وكانوا كي يبغيوا الناتجة او كي يبغيوا الحل هاني جبت لكم الحل ان شاء الله بحول الله للجميع الاخوات على بركة الله نشرعوا في تقديم هاد الحل قبل كل شي نصلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقوم بالديو انايا هنا يدوبت واحد الكمية انتع الشوكولة كنت عدين تستعملها وقلت علاش لله نديروا التجربة في هاد الفيديو ان شاء الله لتستفيد الجميع بالنسبة له هاد الشوكولة دوبتها في حمام مريم عادي ولكن هاد نضيفلها شوية الماء باش تا باش تا كنقولو احنا هي تخسرنا ونحلو هاد المشكين تاع ان الشوكولة الى الضافلها شوية دلماء كتخسرنا وما كان عرفوش نديروا بها هنا كما كتلاحظو اكتا نحركها مزيان كل ما حركناها كتتقال وكتعمل واحد الحبيبات كتبان في بالعين يعني عن قرب في بالكاميرا ما بانتش مزيان ولكن اللي را مجرب هاد اللي ضعت له الشوكولة ادي يعرف شنو كان قصد هنا كل ما حركنا كتتقال يعني دابا ما بقاش صالحان باش هاد نديروها في في البلاستيكات ديال اللي كانزينو بهم السابلي اشنو عدي نديرو بها دي روها نوضفوها فتوضيف اخر ما ديش اللوحوها بالنسبة لنحنا يخسرات النصيي شنودي الحل اللي حل هاد هو الماء الما مدم هو اللي يصيب هاد ناخدو كميان تع الماء نضيفوها بتكون تدريجيا شوية بشوية على حساب الكمية اللي عندنا ديال شوكولة وناخدو دراب الكهربائي من الاحسن ممكن تستعملو حتى الدراب اليدوي ولكن شوية خصو مدة طويلة انا استعملت الدراب الكهربائي كيما كتلاحظو كل ما تدربناها كتولي كتتحبب وما كتكونش هادكية هنا دي نبقاو نضيفو الماء شوية بشوية وحنا كنضربو كل ما زدنا الماء كل ما تدربنا كتكون عاد بقياننا محبة كنزيدو شوية دي الماء ولكن الماء ما كنضيفوش كمية كبيرة غي شوية بشوية انا كنت عندي هنا كمية كبيرة ديال الشوكولة كما كتلاحظو كل ما زدنا الماء وزدنا في تدرب كتبدي شوكولة ديالنا كتولي ملساء وكتولي لامعة واللون ديالها أسود أكتر من اللي كانت عليه في الأول كنخفوها بالماء يعني ما ديش نخفوها بزاف شوية على حسب الاستعمال الذي نستعملوها عادي تشوفو الطرق الذي نستعمل فيها هاد الشوكولة باش حتنتو ما ان شاء الله توضفوها في هاد الحلويات او هاد التزيينات الذي الذي نوضفها انا يا بلا ملوحوها ونخسرو واحد الكمية بتاع الشوكولة كما كتلاحظو آآ لامعة وكادشي آآ ملساء وقبطة فرصة يعني زوينا هادي هي القوام ديالها هادي ناخد واحد البوش جي طابل وكيس حلواني اللي كان اللي كان استعملو بين تزينو انادي نوضف هنا يا اه الشوكولة ديالي في تزين الحلويات اللي كنت كان عملها في في العيد من بينها هاد الحلوة كان خصني ننزينها من الفوق بخطوط من الشوكولة انادي نزينها بهاد الشوكولة اللي استعملت كما كتلاحظو كتجي اسهل وكتبقى يعني كان عملو خطوط عن الحلوة اللي اه اللي عندنا كان عملو خطوط وكتكون اسهل ولون ديالها كيكون غامق لون اسود اكتر وكذلك كتكون لامعة وودي ادي اه يعني ادي تقبط في في الحلوة يعني ما ما تخوفوش منها يعني تقول ادي تبقى يعني عاد ارتباء او ما عارش كيف نوصل لكم الفكرة المهم مهم هي هدي تقبط فيها كما دي تلاحظو انا هدي طريقتي في في الحلوة بلا ما كتدعلي انا ضروري ما كنضيف لها شوي دلما كما كتلاحظو كتبقى لامعة وكتقبط في في الحلوة ما كتسيحش نهائيا عندما كما كتلاحظو اه بفعل الهواء كتقبط فيها وكذلك ممكن نستعملوها حتى في الكتابة في في الحلوة العيد ميلاد كتجي رائعة وكتساعدنا بزاف في الكتابة كما كتلاحظو وخا ما عنديش الخط زوين موهم انا قريت لكم الطريقة كذلك ممكن نستعملوها في في ملء بها دقيبات ديال الحلوة اللي عندنا بحال هذه الحلوة كان عملوها فيها ونخلوها حتى تنشف نهائيا ركا تبقى فيها زوينة وحتى منك تنشف ما كتبقاش ديك ديك الشوكولات اللي كتكون كارمة بزاف من ديال واحد يجي ياكل حلوة كي كي الاسنان ديالو كتشوية كتب الخصوص في فصل الشتاء لا كتكون قابطة فرصها ومن الدخل كتكون مع الكاكي كنقولو حنيا كتجي رائعة وحتى بالفعل ديال الحرارة غا ما كتدوبش يعني ما كتسيحش بدرجة الشوكولات العادية يعني من غير ما نضيفو لها اي شيء يعني كما كتلاحظو كتبقى لماعة لوجه ديال هلامع وهي قابطة فرصها ما كتسيح ما يعني كتقى زوينة جهة اخرى ممكن نستعملوها هنا يا غير خديت غير ثلاثة ديال الحليوات هكا غير باش نوريكم فاشا تستعملوها ممكن تلبسوا بها اي يصاب لكامل تقدرو تلبسوها بيه كيبقى الوجه ديالها لامع وكما قلت لكم ما كيبقاش ديك الشوكولات صلبة فوق الحلوة يعني الواحد من يجي ياكلها حتى يضغط بزاف عنها سنين سنينته عاد ويدخل للحلوة المهم هادي هي الطريقة اللي ديال الشوكولات باش ما تلوحوهاش اللي عندها استعمالات كتيرة وتحتفضوا بها في تلاجة بعد الاستعمال ومن بعد تولي وتردوها تدوبوها في حمام مريم وتخدموا بها عادي نتمنى نكون فدكم في هاد بالنسبة للشوكولات اللي ضعت لهم في هاد العيد ويستعملوها مرة تانية في ويضفوها في الحلويات أخرى بإذن الله أستودعكم لله الذي لا تضع ودائعوه اشتركوا في القناة